وهي أولاً إجبارية وأمهمية ترخيص الصحي ترخيص الصحي راه إجباري هذا هو المساج الأول المساج الثاني هو للناس الذين يمكنهم التعاونية لتيزولوا حالياً عليهم وضع الملفة للترخيص قبل مواصلة عملهم ينظم أنصة لكوبديز وهي أيام تحسيسية خاصة بالتعاونيات التي تتشتغل في قطاع الغدائي هذه الأيام تحسيسية سنقوم بتحسيس هذه التعاونيات بأهمية وإلزامية الترخيص الصحي وستشكل هذه الكوبديز مناسبة لكي نتواصلوا ونتذكروا ونجاوبوا على الأسئلة هذه التعاونيات فيما يخص الترخيص الصحي لأنصة ونقوم كذلك بالمواكبة هذه التعاونيات اللي غادي وضعوا الملفة للترخيص وغادي نواكبهم حتى إن شاء الله يأخذوا الترخيص الصحي ديالهم ويشتغلوا طبقاً للقوانين الجاري بهالعمل إحنا اليوم إحنا حاضرين هنا باش نستفدوا يعني كانت مبادرة من المكتب الوطني للسلمة الصحية باش يشرح لنا شروط يعني باش نحصلوا على شروط الترخيص الصحي هالترخيص الصحي لا يخول لنا يعني إحنا كتعاونية مجموعة من الامتيازات أولاً أن تكون هذا واحد قيمة مضافة لمنتوج ديالنا ليه هو كسكسو تانياً أننا نبيع المستهلك واحد لمنتوج اللي خاضع لشروط السلامة الصحية وثالث حاجة يعني إن شاء الله علاش ما نصدروا شو المنتوج ديالنا حتى خارج المغرب الترخيص الصحي لأنصة إلزامية قانونية للوحدات العاملة في القطاع الغذائي ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس ترجمة نانسي قنقر